ممكن يكون فكرة مظبوط ولكن ما ينفعش الزمالك يطلع ببيان رسمي يقولك ده مستر فيرا احنا ما نعرفش ايه اللي بيقوله ده والمطشاط دي احنا ما اتفقناش عليها وهو ما رجعش القدار لا اقعدوا مع الراجل وتكلموا معاه بدون الاعلام ما يعرف بدون ما تفضحوا الراجل بدون ما تخله شكل الراجل وحش فالراجل لما عرف كده وطلع بيان رسمي من نادي الزمالك ان احنا مش هنلعب المطشاط دي ومش مسافرين ومستر فيرا بيتفق ليه وهو ملوش دعا ولازم يرجع للمجلس القدار ده الراجل سعي والراجل برضو عايز اقولك استحمل كتير الفترة اللي فات اي حد خلي بالكو يشتغل في نادي الزمالك بيواجه صعوبات كبيرة يعني من اي مدرب جي نادي الزمالك وحتى دايما المدربين المصريين كمان اكتر يعني مثلا هتقولولي انت كنت فترة بتنتقد كابتن حسام وكابتن ابراهيم اه بننتقده مسلا ممكن من ناحية الفن لكن حسام حسن وبراهيم حسن في نادي الزمالك تبهدله وتعبه جدا يعني خلي بالكو مش اي حد داخل نادي الزمالك يعرف يشتغل لازم اي واحد بيحارب وبيعفر وبيتخانق وفي خلافات في المجلس وبيحلوا وناس ضده في المجلس ومش عارف الاعلام ودنيا داخل الزمالك يعني مش سهلة انا شفت الكلام ده لما كابتن حسن شهتا وكنت قريب جدا من اللي بيحصل في المطبخ داخل نادي الزمالك جوه شفت مش سهلة حروب غير طبعية مفيش مدرب بيشتغل في نادي الزمالك مستريح خلي بالكو بيتبادل وعلى طول الناس ما بتوافقلوش على الحاجات اللي هو عايزها في معارضة المستحقات ما بتتدفعش واللعيبة تمسك في المدرب يا كابتن انت قلتنا مش عارف ايه وهم بيقوم الدين وعود يعني ما بيعرفوش يتعاملو كمنظومة يعني المدير الفني ده اللي هو مستر فيرا وراجل اجنبي وراجل مسك نادي الزمالك في فترة صعبة جدا وصورة ومفيش كورة واخناقات واللعيبة ما بتاخدش فلوس واللعيبة بتغيب من التدريبات وماتشاط بتتلغي وفرقة مش عارف ايه كل ده الراجل موجود وبيستحمل وعايز يلعب وعايز يقدم حاجة لنادي الزمالك فيرا ده مدير فني نادي الزمالك يعني واحد من نادي الزمالك واحد من ضمن المنظومة حتى لو انتم مختلفين او في مشكلة ماينفعش تطلع في الاعلام وتطلعوا بيان رسمي والزمالك ملوش علاقة باللي بيقولوا فيرا والكلام ده مش عارف يعني بصراحة حاجة صعبة جدا يعني حاجة بتدايقني دايما في الحاجات دي يعني تحس الناس مش قليلين الخبرة لا قليلين الحيلة ما بيعرفوش يفكروا ما بيخدموش نفسهم ما بيساعدوش ناديهم وهم المسؤولين عن النادي فبصراحة حاجة تزعل يعني ممكن انا بقولوك انا مش مختلف مع ادارة الزمالك في ان هما ممكن مش قادرين يسافروا بدري عشان ما يتحملوش 250 الف جنيه مثلا ماشي اوكي ما فيش مشكلة بس ما تطلعش بقى في الاعلام ولا تطلع بيان رسمي وتقول ده فيرا مش عارف بيعمل كزا كلموا مع الراجل وعودوا وفاهموك قصة طب احنا مستر فيرا دلوقتي مستر فيرا حيقولهم يا جماعة طب انا عايز اعمل ماتشاط انا مش عارف اعمل ماتشاط خارجية هيقولوا يا مستر فيرا معلش احنا مفيش فلوس طب احنا بدل ما نسافر بدري ونتحمل 250 الف جنيه طب ما نستنى اليوم 14 ونسافر على حساب الشركة الرعية كده الحاجات دي سرية خلي بالكو في مشاكل كتير في كل الاندية بس دايما نادي الزمالك مشاكله برا واللي بيطلع المعلومة بيبقى من داخل نادي الزمالك يعني مسؤول في الجهاز الفني مسؤول في الادارة ما بيعرفوش يتعاملوا مع بعض ما بيعرفوش يخبوا على بعض ما بيعرفوش يحموا بعض كل واحد بيحاول يفرد نفوزه كل واحد بيحاول يبين اللي هو الاقوى ايه يا عم فيرا انت هتعمل فيها مدير فني ده انا رئيس نادي الزمالك ده انا عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ما انفعش الكلام ده نادي الزمالك نادي كبير جدا وانا بزعل جدا والعبة لابت كلها ولا عارفين يدرو الكورة و المرصة ولا عارفين يدروا البسكت و الجاد الابطال واليد الذين كانوا أبطال أفريقيا ولعبوا كاس عالم خلاص الناس اتكلمت وأنا هتكلم في النقطة دي الاستاذ مامدوح عباس المنكز مش عارف ايه يعني اشان نكون صرحة كده على مي بيضاء ونجبهالكوا وكده يعني من الاخر الناس انتخبت استاذ مامدوح عباس مش عشان هو ادرجي انتخبت الاستاذ مامدوح عباس عشان فلوسه عشان هو حيقدر يخرج نادي الزمالك من المشاكل المالية عشان هو هيقدر يجيب صفقات عشان هو هيقدر يدفع مش عارف ايه عشان هو هيقدر من خلال مجلسه يعمل حاجة اسمها تنمية موارد زي ما هو السيد ممدوحه مجلسه اعلنه قبل كده في الدعاية الانتخابية واحنا هنعمل تنمية موارد والزمالك ده اخنا نادي وسوري نادي هنعمل وهنعمل طفرة انشائية الحاجات دي كلها متحققتش وبرده انا مش عايزة باقاسي جدا حدي عزر الفترة اللي احنا فيها فترة صعبة بعد الثورة والاقتصاديا البلد كلها وقع وكل حاجة لكن ما يكونش عندك اي حتى محاولة للتفكير محاولة لحل مشكلة طبعا نادي الاهلي في نفس قص نادي الاهلي برضو مؤسسة في مصر وبرده بتعاني من نفس المشاكل وما فيش فلوس ناس بتعافر ناس بتفكر ناس بتخطط للمستقبل وديت امثلة قبل كده كتير جد ازاي بيقدروا يخططوا للمستقبل ازاي بيقدروا يجيبوا لعيبة ازاي بيقدروا حتى يحسنوا علاقتهم مع الاندية الاخرى من خلال الالتزام بالمبالغ ان هم اتفقوا عليها يعني الاهلي ما يجي اتفق مثلا مع نادي امبي انه هيدفع 7-8 مليون ويمضي عقد عشان نشتري وليد السنمان الاهلي بيدفع الفلوس حتى لو اتأخر ولسه في فلوس على نادي الاهلي نادي امبي لكن في امبي واسقين ان الاهلي هيدفع او الاهلي مزنوق دلوقتي لكن هجيله فلوس فيه هيدفع فيه سيستم فيه منظومة الناس بتفكر الناس بتحب مصلحتها بتحب مصلحة النادي الاهلي بتجنب مصلحتها الشخصية ممكن يبقى فيه ناس برضو داخل النادي الاهلي عايزين مصلحتهم الشخصية وعايزين كل حاجة بس دايما بيحطوا النادي الاهلي الاواء عشان هما لما النادي الاهلي بيتفوقوا بيكسب بطولاتهم بالتالي وبالتبعية برضو بيتفوقوا وبيكسبوا سواء مكسب عام على النادي الاهلي ومكسب شخصي حتى لو مش مدي بس بيبقى مكسب معناوي وتقديري فمش عارف بصراحة الحل إيه في نادي الزمالك أنا مش عارف وحتى يعني حتى إيه كل فترة الأعضاء في نادي الزمالك بتزهق تقولك يا عم إحنا يعني بيبقوا متحمسين لعودة مثلا أستاذ مامضوح عباس بيجي الأستاذ مامضوح عباس ومجلسه يوه هم حيمشوا إمتى ده ما عملوش حاجة ده مش عارف إيه المشكلة في نادي الزمالك مش أنا أنا مش يعني قدام كده يعني خلال 3-4 سنين خايف والله الزمالك يبقى نادي أقل من الأندية الطبعية يعني خايف نادي الزمالك ما يبقاش نادي الزمالك هيفضل طول عمره اسمه نادي الزمالك النادي الكبير النادي القوي القطب الكبير جدا في الكرة المصرية بس خايف من الناس المسؤولة عن نادي الزمالك تضيع نادي الزمالك خالص يترجعوا مثلا 20-30 سنة وراء ويريت ويرجع 20-30 سنة وراء من 20-30 سنة وراء الزمالك كان نادي كبير ونادي مميز وفي مسؤولين عارفين حجم النادي اللي هما بيدروه دلوقتي الأمور ماشية يعني فرقة اليد بتفضى فرقة الكرة هي حتفضى فرقة البسكت وقعة فرقة الطيرة بطل أفريقيا ولعب كس عالم برضو بيفضل فرقة من نواحي الاجتماعية في نادي الزمالك الأمور بايزة يعني كل حاجة مش مظبوطة ولسه الناس عايزة تنزل انتخابات ولسه بيعملوا دعاية وبيفكروا اللي هما ينزلوا انتخابات طب انتو ما عملتوش حاجة دلوقتي في النادي هتعملوا ايه في الانتخابات اللي جاية وايه البرنامج اللي انتو هتقدموه النادي الزمالك او ايه اللي هتقنعوا بيه عضو نادي الزمالك عشان يديكوا صوته فانا مش عارف كل يوم خلي بالك وانا متضايق جدا من مجلس سيارتنا الزمالك جدا من الحاجات اللي بتحصل جدا واشخاص معينة مش كل المجلس يعني اشتبقوا عارفين لكن مش عارف ايه الحل برضو يعني الواحد مفروض يحط حلول لكن مش عارف ايه الحل الدنيا ماشية كده وكل واحد داخل النادي ماشي بدماغه ولا في سيستم ولا في نظام وكل واحد البقاء للأقوى داخل مجلس ادارة نادي الزمالك طيب دي بالنسبة لقصة مستر فيرا وانا يعني الراجل لي حق يزعل بصراحة يعني الراجل لي حق يزعل من البيان اللي طلع ده ان الزمالك مانوش دعو اللي بيت